حقق المنتخب العراقي الفوز على نظيره السوري وغلبه بهدفه نظيف في افتتاح بطولة الصداقة الدولية الودية لكرة القدم والتي تقام في مدينة البصرة العراقية حتى السادس والعشرين من شهر آذار مارس الجاري فعلى ملعب البصرة الدولي وبعد شوط أول سلبي النتيجة والأداء تحسن الأداء في الشوط الثاني وبادر المنتخبان للهجوم حتى نجح جيستين حكمة ميرام في افتتاح باب التجيل المنتخب العراقي في الدقيقة السادسة والسبعين وبعد الهدف أضاع مهاجم سود الرافدين عدت فرص ثانح لتعزيز النتيجة بالمقابل لم يفلح لعب المنتخب السوري في العودة للمباراة لتنتهي بفوز صاحب الضيافة المنتخب العراقي بهدف دون مقابل في افتتاح بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية وسيقود المنتخب السوري مباراته الثانية أمام نظيره الأردني يوم السبت المقبل فيما ستختتم منافسات البطولة بمواجهة المنتخبين العراقي والأردني ممكن أن يتوقع المهارة الموجودة بالكعب الله هما يسدد لكن كرة هما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر